حاول داخلي او انسي وحاول خارجي او وحشي. طب ايه الفرق بالاتنين ده داخل على جوه وده طالع على باره. طب هل الانسي كله عبارة عن داخله جوه بس لا فيه ثلاثة نوع من حاول الانسي الاغلب للشايع. لما يكون انسي نتيجة ضعف في عضلات الاين. يعني يجيب الطفل بعد ما نكتشف ان عنده حاول وانه داخل الجوه. الاربع خمس شهور الاولين مقبول. لكن بعد ستة شهور مش مقبول يكون في حاول. بنحط قطرة للاقي نظره كويس. بنقول ده مشكل ضعف في العضلات. ويبقى محتاجين نعم العملية هنا. مفيش نظارة. طب افرد انا بحط القطرة دي لقيت فيه طول نظر. لقيت فيه ضعف نظر. اما في الحالة دي بحتاج نظارة. طب بعد ما لبسه النظارة. ايه اللي بيحصل? لو الحاول اختفى يبقى ده بنسميه انسي تكييفي. يعني داخلي نتيجة طول النظر. وان كده تصلح بالنظارة. طب افرد لبسته النظارة وجزء من الحاول اختفى وجزء لسه موجود. يبقى تكييفه خلقي يعني جزء من الن نظارة وجزء في العضلات. فبيحتاج نظارة وعملية للعضلات. للعضلات والعملية. عشان كده احيانا نقول للأب والأم او نقول للأهل لو ده محتاج عملية. اقول له ده محتاج نظارة وما ينفعش عملية لان الحاول بيتصلح بالنظارة. ده محتاج نظارة وعملية. دول التلات خيارات اللي احنا بدي بقى جواهم وهم على فكرة مش خيارات. هم دول التلات احتمالات. خلينا نقول تلاتة احتمالات. لانا مش بختار بين تلاتة دول. دول التلات احتمالات. اللي ممكن اللي لقيهم لابنلشف على الطفل. وكل احتمال من دول لعلاجه اللي هو بيركب لي. ما ينفعش ان انا واحد عنده ضعف العضلات عامله نضارة وليس حاجة اسمها نضارة لحاول. ما ينفعش واحد الحاول بتقوى بيتصلح بالنضارة ان انا عامله عملية. ما ينفعش واحد لسه في عنده حاول ولا بس النضارة ناسيبه ورميه. لازم اعمل عملية اشان اصلح الحاول. يعني لازم الحاول يختفي. فحنا عندنا تلات احتمالات في الطفل عنده حاول انسي او اندخل الجوه. لاما ضعف في العضلات محتاج عملية. يعني ضعف في النظر ومحتاج نضارة. يعني ضعف في النظر ومحتاج نضارة وعملية. لان بنكرر الكلام ده بتسمعوا الناس مني في العيادة كتير. وياريت ان يكون مستقبعين وعشان لما نروح للكشف عند الدكتور وقال لدي الكلام ده يكون موجود منه. طب الحاول الوحشي الحاول الخارجي اللي انطلع البرة. الحاول الوحشي معظمه معظمه. بيبقى خلقي. نولود بالطفل. نفيش نادر جدا لما لقى ان اضارة بيصلح الحاول الوحشي. بيبقى مشكلة في العضلات. وعادتها بيبتدي متقطع يعني شوية يظهر وشوية بيختفي شوية يظهر. بيبقى الاهل شكين في الموضوع ده هو. بيبقى بعض العلامات لما بيقرب من حاجة. لما بيغمز انه في الشمس بالزاد. يغمز انه يطلع بالشمس. يغمز انه من الانتن. دي من بيسرح. لما بيبقى تعبان. لما بيبقى سخن اخر النهار. بيلاقوا انه بتحدف اكتر. وساعة الاهل يكلموا يقولوا اهدل انه يذهب عليها. لما يبتدي يركز. لما المخ تفوت من المخ هو اللي يتحكم في العين. لما بيجهد. لما بيسخن المخ قدرته على التركيز. وعلى انه يثبت العين بتقل. لانه يبقى مجهد المخ. فمش عارف يسيطر على انتين فتبتدي تهرب منه. لما بتهرب يحصل ايه? يحصل ازدوجيا في الرؤية. لما يحصل ازدوجيا في المخ المخ يدايق يوم يقدر للعين. هو ده اللي بيحصل. الان تحدف في ازدوجيا في الرؤية. ده بيدايق المخ يروح المخ عادلة. لغاية ما بيجي وقت من الوقت للأسف الشديد بتبقى قوة العضلة اللي بتشد البرة عنيفة جدا. انتم تاخد العين والمخ مش قادرة سيطر عليها ويبقى الحاول بدلا ما كان متقطع. وبيظهر من وقت الوقت بقى موجودة على طول. وطبعا في الاغلب ما يحتاجينها من العملية. تعالوا نشوف الفيديوهات بتاعتنا. شايفين الطفلة دي يعنيها داخل الجوة. مولودة بالحاول ده هون. فده بنسميه حاول داخلي خلقي. داخلي خلقي نتيجة ضعفة في العضلات. في مشكلة عندنا في العضلات هنا. يبقى عندنا مشكلة في العضلات. طب الطفل ده هون انا داخل الجوة هي. ادى انا داخل الجوة هي. وكشفنا على النظر الان نظر كويس. يبقى حاول داخلي خلقي نتيجة ضعفة في العضلات. الالاج ايه? عملية. يبقى حاول داخلي الخلف. رأيون الطفل الجميل ده? يعني داخل خلقório. داخلي 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 داخلي. مرى اليمين وار الشمال. رأيون الطفل اي день داخلي داخلي الجو. الشمال داخلي جو. بعد عندي هنا. طبعا لو عندي photograph خلقه داخلي 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 الجوه داسوأ بالنسبة لي من العينين من كلهم يبدلو. لكن هنا أبدل هو والله. اليمين ه 미� kimse داخل خلقه او الشمال داخلي جوما. هم حاجة يبدلو جوahlen جيد time هذا يسمى يإخل حول داخلي. قلقي. نتيجة ضعفه في العضلة. هذا هو أول شكل ما احنا اتكلمنا عليه. نحن للشكل الثاني. أراه المنزل الجهة ما هي. عندما أعط ننظاره، يرى العين تدخل له وهي. عندما أعطي ننظاره، العين تتاعدل وجوده. هذا يسموه حول داخلي تكايفي. نتيجة طول النظر. النتيجة طول النظر التي لديه الطفل. نفس الحكاية. شوف البنت الجميلة دي. اهي. انها تدخل لجوه. انها تدخل لجوه. شايف دخلت لجوه ازاي? يلا. طيب بص على الصورة بتاعي. اهي. اما بحط النضارة. سحرة حصل. سحرة حصل. بس دي مش نضارة للحاول يا جماعة. ما فيش حاجة اسمها نضارة للحاول. احنا كشفنا عليها لان عندها ماد نظر او طول نظر. وصلحنا واحنا انكلم عن طول نظر كتير. شوف الطفل الصغنونة الجميلة دي. اهي انها تدخل لجوه ازاي؟ عندما نريد النظارة وال prejudice الم tutaj ونتاكمنة وايه. فبنان دخلت لجوه. انها تدخل لجوه دخل الان فين? الان فين الان فين؟. عندما اضطل النظارة اخلال إلا سيحرة حصل الان اتعدلت. سيحرة حاوق رأيًا بعد. بقى ضرور managed to whamys pour om Fox leans et�� till pour ella. اتصلح الحاول. الحاول الخارجي. ده كنت شوف نحاول الدخلي. الحاول الخارجي اهو. بص لما بص دي العين ايه. ده اسم حاول وحشي. هنطلق بقى نتكلم على حكاية عين وعينتين دايين. شايف لما بيشير الغطاء هو يتروح اليمين هي المحويل له على طول. بص انا مغطي. العين جت من جوه البرا وراح اتطلع. فده بنسميه حاول خارجي بالعين اليمين. حاول خارجي في العين اليمين. وممكن كان يبقى في العين الشمال. ففي الحالة دي المريض بيفضل عين عن عين. بيفضل العين الشمال عن عين اليمين لأسباب مختلفة. قد يكون منها ان العين الشمال احسن. قد يكون حصل كسل في العين اليمين ده طبعا عنده الحوال ده من يوم تولد. مش ظهر معه على كما. فده اسمه حاول خارجي ايه? بالعين اليمين. حاول خارجي في العين اليمين. او حاول وحشي في العين اليمين. طب تعال. الكاتكوتوة حبيبتي دائيا. بص قد اليمين. بقينا خالص ان اطلع البر. النور هنا ضرب لبرة. ماشي. بص جي كات من برة لجوه. شايف دي طلع البر خالص اه. ادي الحاول الخارجي هنا. طب لما بغطي. اشير غطي دي طلع البر. لأ طلقت دي رجعت سبب تاني. بص. خلينا نغطي اليمين كده ونشوف اللي هيحصل. تعادل تعين. دي طلع البر. ودي طلقت البر هاي. ودي عز. فمرة اليمين ومرة الشمال. فبنسميه حاول خارجي تبادلي او حاول وحشي تبادلي. اذا الحاول اللي بصفة عامة برة اليمين ومرة الشمال. اذا الحاول يعني فيه نقطتين في الحاول هنا. فيه حاول وحشي وفيه حاول اه انسي. يعني حاول خارجي وحاول داخلي. وفيه حاول فئين واحدة سواء كتليمين الشمال. وفيه حاول اه متبادل. مرة اليمين ومرة الشمال. طب. الحاول الوحشي والحاول الانسي اتفاء ان واحد داخل واحد طلع. واكيد دول اللاج بتاعهم مختلف تماماً وأنا ما بخش باب عايز ادخل اللي طلعه وقعز اطلع اللي داخله عكس بعض. لكن هل المتبادل ده او اللي في ان واحدة بيفرق في اللاج? لا. ما بيفرقش في الالاج. مش معنى الحاول في العين اليمين اننا لازم اعملها في العين اليمين. لان العنتين العلاقة بينهم من بعض بيضة. ازا ما اتفقنا ان هم زي الميزان. فانا في الحالة دي عايز اصلح الحاول ويشتغل في الاتنين. وانا نتكلم عن تفاصيل الحاول. بدأ لو ان النوعية الحاول يُحب قاد ніج من التفاصيل الجيد. لكن هل السراج الحاول معنا في التشخيص الأنسي او الخارجي. بدأوا الحاول في واحدة او في العنتين ان جو تبادل مرة في اليمين لانتين يعني الانتين معarinون محملين. لا هذا مرة اليمين وتحوالها بالآن عدلة. وقالulsion التعب conservATION. هذا يسميه إلى لمدايمين ومرة في الشمال او تبادل Jobs الحاول. ذاتurch هو الارتخل مع الطفل نفس او على المريض نفسه. ان حيث latestik و Hassol يخدم العين السليمة ويركن العين ويبقى نسبة الكسل فيها أعلى. هذا يزععنا. نحن نبقى مبسوطين جداً بالحاول التبادل الذي هو مره 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 الشمال المخي ينشط دي ونشط دي تبقى الخلال الذي عنده المسؤول عن رؤية حجمه بعض. لكن لو دائماً عين واحدة العدلة والتانية محولها نسبة الكسل ونسبة المشاكل تبقى أعلى للخلال المخي المسؤول عن رؤية في العين بتكون أقل. فالحاول التبادلي بالنسبة للمريض نتائجه أو ضرره عليه أهون من الحاول اللي في عين واحدة بالنسبة للمريض لأن الحاول اللي في عين واحدة بيبقى مصحوب بكسل في الأغلب. الحاول التبادلي ما بيكونش مره.